أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدل العيسى عزم على مواصلة إعادة بناء أو هدم المدارس المتهالكة التي أغلقت حسب الإمكانات المتاحة لفت إلى أن قضية المنشآت التربوية همها الأساسي منذ توليه مهام الوزارة نعم ما هو جاء ذلك في تصريحي للوزير العيسى للصحفيين عقب افتتاحي لمدرسة أم القرى الابتدائية بنات في منطقة ترميثية وذلك ضمن جولة تفقدية يقوم به الوزير للوقوف على جاهزية المناطق التعليمية للعام الدراسي الجديد صرح تعليمي جديد يبني للوطن مجدا وينشئ أجيالا صالحة متعطشة للعلم والبناء والعطاء مدرسة أم القرى الابتدائية فتحت أبوابها لاستقبال طالباتها في بداية هذا العام الدراسي بمبنى جديد متكامل وقد قام وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدل العيسى بافتتاحها رسميا اليوم نحتفل في فتاح مدرسة أم القرى الابتدائية للبنات وطبعا الافتاح هذا بعد عمل بحدود يمكن سنة التكلفة كانت بحدود 300 ألف وهذه شملت الأعمال الداخلية وخارجية وتأثيث وكهرباء وتكيف وطبعا انجز هذا العلم في فقط قياسي يذكر أن هذه المدرسة بافتتاحها تنضم لقفلة المدرس الجديدة التي افتتحت في منطقة حوالي التعليمية ليصبح عدد مدرس هذه المنطقة ما يقارب 115 مدرسة اليوم إن شاء الله سوف نفتتح هذه المدرسة مدرسة أم القرى الابتدائية للبنات كمبنى جديد هي المدرسة قائمة لكن هذا المبنى الجديد بعد أن كان أو غادروا المبنى المتهالك القديم الحمد لله عملنا خلال شهور بسيطة تم بنائها الحمد لله استقبلوا الطالبات في اليوم المحدد كامل التجهيزات تقريبا في المدرسة استقبلوهم بالكتب وبالورود إذن جهود حثيثة بذلت ومتزال تبذل لوضع لبنات جديدة في الحائط التعليمي للدفع بعجلة المنظومة التعليمية في البلاد نحو الأمام